أكتر مشهد كنت خايف منه الفينال ولا إيه؟ لا أنا بخايف من مشاهد التأسيسية الحوارية يعني أنا مثلا كان رعبي في الإرهاب وكباب المشهد اللي عاد الإمام بسببه حصل والناس قالت إن المجمع محاصر لأن بون الفيلم كله إن الناس تصدق اللحظة دي أو ما تصدقهاش لو ضعت منك اللحظة دي كل حد يقولك يا عم خلاق مش حيصدقه زي مثلا في تير الظلام المشهد اللي ما بينهم اللي هم بيأسسوا فيه درامة الشخصية بتاعته وحيد كاتب خمس صفحات حوار ما بين اتنين فصالة ده اللي هو أنا واحد اللي هو بيقوله اللي بيجيله هو بعد ما كسب القضية فبيقوله تعالى معنا يا علي بيقوله أنا ما جيش معاكم ده هناك في النقابة بينه ولا مش عالش يتقابله لا لا ده في شقة عادل اللي هو اللحظة اللي هو الحوار اللي ما بينهم اللي بيقوله رياض الخولي ما تنضمننا وبيقوله أنا مش منكو ودي الصعوبة اللي بتبين أنت مخرجين ولا لا أنه لما يكون عندك شخصيتين بيقوله كلام مهم جدا في قوضة فأنتي هتقعديهم متضرب الكلام ولا هتعمل إيه يعني حاجة التكنيك طبعا فإنه يكون عندك خمس مشاهد خمس صفحات حوار في مكان واحد لشان ما تحسيش بالملل والكلام ما يطرشي ده اللي في آخره رياض الخولي بيقوله طب ما تضرب لنا بالعود حاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة